بيان قمة طهران بشان سوريا وما تبعها من تصريحات متبينة بين أردوغان وبوتين وروحاني يشير إلى فشل في التوصل إلى رؤية واضحة بشان مصر إدلب فلا حل عسكريا قد أقرت هذه القمة ولا مخرج سياسيا يجنب المحافظة كارثة حذرت منها القوى الدولية باستثناء إيران وروسيا التي رأتا أنه لا بديل عن معركة عسكرية تعيد المدينة إلى ما قبل عصر الثورة السورية ولكن بطعم الدمار والخرابة وهذا ما رفضته تركيا محذرة من تحويل إدلب لمسرح تسفك فيه الدماء وتهيج فيه موجة نزوح جديدة تلقي بالعبئ على أنقرة لكن المجتمع الدولي الذي كان يترقب قمة طهران يميل إلى الرؤية التركية ويرى أن الأمل الوحيد بتجنيب إدلب الكارثة يأتي عن طريق عقد هدنة مع هيئة تحرير الشام تمنحها فرصة لمغادرة المحافظة وعلى هذا استقر رأي المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا وأعرب عن تأييده لمقترحات أنقرة بشأن إيجاد حلول سلمية مع تحرير الشام الموصفة دوليا بالإرهاب وبالتالي الحفاظ على سلامة أكثر من ثلاثة ملايين مدني يمثلون 98% من مجمل البشر المتواجدين في إدلب بحسب تصريح لديمستورا الولايات المتحدة وإن لم تبدأ اهتماما بقمة ظهران كررت أكثر من مرة رفضها لإشعال محرقة بشرية في إدلب لكنها لم تكشف عن آلية ترجمة هذا الرفض عمليا في حال بدأ نظام الأسد عملية عسكرية لم تكون دون غطاء جوي الروسي على غرار ما حدث بدرعا وحذرت منه واشنطن وهددت وتواعدت دون أن يغير ذلك شيئا على أرض الواقع ويبقى مصير إدلب معلقا في فضاء تزيده التجاذبات السياسية الدولية ضبابية وسوداوية على المدنيين بالدرجة الأولى